فيما تسارعت الخطوات نحو اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الأيام الماضية لا تزال التفاصيل الأخيرة عالقة ورغم أن الأجواء تميل إلى الإيجابية وتفاؤل سواء في بيروت أو تل أبيب لا تزال الردود النهائية على المقترح الأمريكي للترسيم منتظرة ويرتقب أن تسلم بيروت المبعوث الأمريكي آموس هوكستين ردا يتضمن ملاحظات على هذا المقترح واستأمال بإمكانية توقيع الاتفاق خلال أيام هل ينتهي هذا الملف قريبا أم أن تفاصيل الساعات الأخيرة يمكن أن تعرقلها ينضم إلينا من بيروت رئيس الوفد المفاوض على الحدود البحرية السابق اللواء الركن عبد الرحمن الشحيتلي سيادة اللواء الركن أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار بداية السؤال الذي نطرحه ما الذي يؤخر الرد اللبناني حتى الساعة على هذا المقترح الأخير كثيرة هي الإيجابية التي تحيط به وقالوا لجانب اللبناني أكد أن الرد سيأتي يوم الثلاثاء لماذا يتأخر؟ الموافقة أعتقد انتهت على هذا المقترح وهذا المقترح على فكرة هو ليس ترسيم حدود هو مقترح ترتيبات لإستفادة اقتصادية يستطيع البلدين من خلال ترتيبات الاستفادة اقتصادية بأمان كلهم ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية الخط الذي رسمه السيدة هوتشكاين هو ليس خط حدودي ولم يرتقي الوركة لم ترتقي إلى مستوى أن تكون اتفاق حدودي أو معاهدة حدودية إنما هي تحت صقف أتفاقية الأمم المتحدة للبحار أو قانون البحار تحت صقف المادة 74 التي تطلب من الدول التي لم تصل إلى اتفاق على الحدود أن تكون بترتيبات تسمح هذه الترتيبات لها بالاستفادة الاقتصادية وبالتالي هذه الطرقة إلى مستند يعني يستند إلى قانون دولي وله مفاعل كبيرة ولكنه ليس معاهدة وليس اتفاقية ما يؤخر الاتفاق هو كون لبنان وعادة إسرائيل تعودنا في كثير من الحالات عندما توقع الاتفاق ربما يكون ضمن الاتفاق هناك تريك معينة أو أي خطأ بروتوكولي أو سياسي يمكن أن يورط لبنان بمفاعيد فيما بعد كراءة دقيقة للورقة بعض الشكليات إذا أردنا أن نسميها التي يمكن أن تؤثر على الوضع السياسي اللبناني وكما أن بعض النقاط التي لها تعاطي أمني مع الحدود البداية الخط ينطلق من آخر مقطة في البر أو ينطلق من داخل البحر هذه إشكالية أمنية طلبتها إسرائيل منذ العام 2009 الحقيقة معي أنا شخصيا طلبت مني عندما كنت أفاوض أن تكون هذه المنطقة منطقة بافرزون لأن لديها حساسية أمنية في هذه المنطقة من إشرافها على الشرط الفلسطيني الشمالي هذه لبنان لا يريد أن يعطيها أو يدخلها في الورقة أو تكون بند موجود في الورقة وكذلك الأمر لبناني يريد تأكيد أن الثروة الاقتصادية الموجودة في بحر قانا هي بالكامل لبنان ولا شراكة له بها ولا يريد أن يذكر أقيل أن هذا الأمر قد تحقق أستاذ شحيتلي حتى أن البعض وصفوا بالتراجع الإسرائيلي سأعود إلى هذه النقطة بطبيعة الحال نائب رئيس مجلس النواب ليسمو الصعب لم يتحدث عن هذه الملاحظات التي أشرت بطريقة غير مباشرة إليها اكتفى بالقول أنها أمور قانونية ومنطقية خليني أسألك عن الضمانات التي اليوم يطلبها لبنان سيد شحيتلي للرد على كل هذه التحفظات التي حتى بالأمس كان معي ضيف من إسرائيل يقول أنه في بعض التحفظات اللبنانية سنراها تظهر خلال الساعات المقبلة يعني الضمانات هذه الورقة لا نسميها اتفاقية هذه الترتبات مضمونة بموجب القانون الدولي مضمونة بموجب اتفاقية البحار لأن هذه إذا سميت الترتبات واستند إلى القانون الدولي وجاءت الشركات والستثمرات لا يستطيع أحد أن ينقض هذه الترتبات مستقبلا لأنه هناك لها مفاعل اقتصادية وضرر اقتصادي كبير على الشركة التي تكون كالاستثمرات وبالتالي من سيتحمل الأضرار يعني إذا كان لبنان نقض الاتفاقية وإذا إسرائيل نقضت هذه الاتفاقية هناك مطالب للمؤسسات والشركة التي كانت استثمرت أموالها تستطيع أن تقاضيها لاستعادة الأموال التي كانت خسرتها نقض الاتفاق الضمانات أعتقد أنها موجودة طالما أنه مجرد توقيع والإعلان عن حتى لو لم توقع الاتفاقية مجرد أن تعلن أنه هناك ترتبات ويكفي أن يذهب المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي تحت علامة الأمم المتحدة إلى النقورة وبوجود الوسيط الأمريكي ليعلموا موافقتهم على هذه ويسجل محضر اجتماع بالموافقة من الطرفين ويرسل محضر اجتماع على الأمم المتحدة هكذا كنا نتعاطى مع الموضوع في السابق محضر الاجتماع الذي في النقورة يرسل إلى الأمم المتحدة ويعتبر أصبح وثيقة كونه هناك موافقة من الطرفين هل ما يؤكد على ذلك سيد الشحيتلي لأنه تصريحات زعيم المعارضة في إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما توجه مباشرة للرئيس رئيس الوزراء الحالي إيرلابيد واتهمه بهذا الاتفاق قال أن هذا الاتفاق ليكون ملزما وإذا وصل هو إلى السلطة سيتراجع عنه تماما كيف ينظر لبنان إلى إمكانية لربما تراجع الجانب الإسرائيلي في يوم ما عن هذه الاتفاقية وحضرتك ما بدك تسميها اتفاقية سميتها ترتيبات يعني الأمر سيكون أصعب بعد من ذلك كيف يتعامل لبنان مع يمكن المستقبل الغير واضح لهذه الترتيبات يعني نتنياهو لا يمثل نفسه هو يمثل إسرائيل ورئيس الحكومة الحالي يمثل نفسه هو يمثل إسرائيل وبالتالي إذا انسحب نتنياهو يعني انسحبت إسرائيل له مفاعل أولا مفاعل قانونية مالية انسحابه ولو مفاعل أمنية مفاعله القانونية الاقتصادية أن الشرك المؤسسات التي استثمرت بمليارات الدولارات استثمرت على أساس أن هناك ترتيبات موافقة على إسرائيل إذا أردت إسرائيل أن تنسحب عليها أن تعود يعني تحاكم إسرائيل تحاكم أمام المحاكم التجارية الدولية من قبل هذه الشرك لا أعتقد أنه يعني بهذه السهولة يستطيع الانسحاب كما أنه له مفاعل أمنية يعني إسرائيل أخذت الأمان بالاستخراج النفط من خلال هذه الاتفاقية لم يعد هناك أي تهديد لا لكريش ولا للصفن ولا لأي يعني كل السيستم الذي يتعاطى مع الاستخراج أصبح يعمل بصورة آمنة عندها يصبح نعود إلى الوراء ويصبح كله غير آمن من يتحمل التأمينات لدى شركات تأمين عندها في هذه الحالة ومن يتحمل القوى التي سوف تقوم بمهمات كبيرة جدا لتؤمن الحماية لهذه المنشآت يعني هذا ضرب يعني قيلة سابقا يسمونه المجنون في الولايات المتحدة الأمريكية ويسمونه المجنون في إسرائيل عزرا عن التعبير يعني ويكون هذا ضرب من الجنون في هذه الحالة يعني ليس بالسهل الخروج من هذه الترتبات لما يترتب عليها من مفاعيل اقتصادية ومفاعيل أمنية في المستقبل وهذا يحتاج كما ذكرتم لنا ضمانات كثيرة تقدم في هذا الإطار شكرا جزيلا على هذه القراءة من بيروت رئيس الوفد المفاوض على الحدود البحرية السابق لواركن عبد الرحمن شحيكلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة